تنظيم مؤثير عمل المرصد الوطني الاسطلاح الترابي والمرصوم الثاني يتعلق بمرصوم يحدد أشكال ومحتويات وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاسطلاح الترابي كما تعلمون قطاع الإسكان هو القطاع القيم على الذي نقاله المشيات الحكومية لذلك يتابع القطاع في الوقت الحالي لإشراف على عديد من المباني الحكومية لقيد الإنجاز اللي فيها طابقين كلهم عشر طوابق واحد جنب السفارة الإسبانية واحد في الكسر بالإضافة للمبنى البرلمان هذا ما هو كل شيء في الوقت الحالي فيه ذورة كبيرة في المباني تعكس اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بتطوير الإدارة في الوقت الحالي فيه 12 مبنى المجالس الجهوية متبارك معها حالا قيد الإنجاز وفم ألف زايدة من الحجرات الدراسية تم بنائها وماشين تمولها للتلاف اللي ألاحظ نقصها عند وصول فخامة رئيس الجمهورية للسلطة إياك نعاونه بتطوير وتحديث التعليم كمان هناك العمل يجري في عديد المستوصفات وحضانات الأطفال وليتم قريبا لإطلاق برنامج ثاني يعني يعناب تحديث المباني القديمة من ضمنها المبنى اللي احنا موجودين فيه حالا در تم عادة تأهيل وياك يرجع الحالة ولياك تستفاد منه إدارة الموريتانية وتوفى من ذلك ينقلوا الكيرا هذا في الجانب اللي هو الملموس خالقهم جوانب ثانية مهمة محسوسة قد تعد مع تنشافيقها مهمة جدا لتنظيم عمل القطاع وتنظيم عمل القطاعات الحكومية بشكل عام قبل فترة جبنا لكم هون مخطط توجيهي لمدينة نواركشور قبل ذاك تم مولي المصادقة على المخطط التوجيهي للمدينة عفواً وذلك جبنا لكم قبل فترة كثيرة اللي هو المخطط والعمراني لمدينة نواركشور فيه قانون تم مصادقة عليه ينقلوا القانون المتعلق بالإصلاح الترابي للقانون التوجيه المتعلق بالصلاح الترابي تم مصادقة على الأفترة وذلك القانون من شأنه على أنه ينظم ذا اللي ينقلوا مجال الصلاح الترابي وتدخلات مختلف القطاعات وكان ينص القانون على أن يتم المصادقة على مخطط توجيه لإصلاح الترابي يغير ذلك المخطط ممليه في نفس القانون الذي ينص عليه ينص على أنه تعدل الأدوات التطبيقية عبر هذه المراسيم إذن هناك هذه المراسيم فيهم هناك قدمناهم اليوم مجلس الوزراء هذا المرسوم المعدل الذي وخاضه 2010 غير كان فيه بعض الأمور تغيرت من 2010 الزرك ذلك هو الذي يجعلنا نعدله يوائم الفترة الحالية والمرسوم الثاني جديد هو المرسوم الذي يتكلم عن أشكاله ومحتويات ذوك الأدوات وفي شكل مختصر ذوك الأدوات تعنى أساساً بشي قاله المخطط الوطني لإصلاح الترابي والمخططات الجهوية لإصلاح الترابي والمخططات الوطنية البنية التحتية والتجهيزات الكبرى والمخطط الوطنية لمنح استخدام الأراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر